البيانات والإحصاءات الصادرة عن برنامج الغذاء العالمي بخصوص فقدان الأمن الغذائي في قطاع غزة ووصلت إلى أكثر من 80% دفعت عديد الجهات للتحرك وفق المتاح لديها لإيجاد حل لذلك هناك شعور بالعجز الصراحة تجاه الموضوعات كوننا لا نستطيع الوصول إلى قطاع غزة بشكل مباشر وتوفير المساعدات لكن نعمل من خلال أليات الأمم المتحدة من خلال حملات الضغط والمناصرة لتوفير الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح معبر رفاح وتوفير المساعدات تلك التحركات والمراسلات والمنشادات التي تترافق مع توثيق لحجم المخاطر الناجمة عن فقدان الأمن الغذائي في عموم قطاع غزة وعلى وجه الخصوص شمالي القطاع تهدف للوصول إلى نافذة قبل وكوع كارثة المجاعة التي تقترب شيئا فشيئا نتيجة منع إسرائيل وصول المساعدات بشكل مطلوب رسلنا العديد من منظمات الدولية للضغط على إيصال المساعدات لشمال قطاع غزة لأن حاليا الشاحنات لما كانت تدخل لم يستطيعوا الوصول إلى شمال قطاع غزة بطريقة أو بأخرى فكانت جزء من حملات الضغط والمناصرة توفير المساعدات الصحية والغذائية لكافة قطاع غزة بالتساوي وليس تمييز من هنا ومن هناك المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة لا تلبي 20% من حجم الاحتياج اليومي لسكان القطاع يتطلب مزيدا من الضغط والعمل المركز من مختلف الجهات لوضي حد لتلك المأساة المتدحرجة منع إدخال المعونات الغذائية والإنسانية ومنع وصول تقطيع أوصال الأرض في قطاع غزة هو من شأنه أن يجعل حياة الناس في كارثة حقيقية ومحدقة هناك نقص كبير وشح في الإمكانيات وفي الموارد في قطاع غزة جراء هذا الحصار وهذه الحرب العدوانية المتواصلة لكن هذه الحرب لم ولن تحد من إمكانية بقاء الشعب الفلسطيني ووجوده فوق أرضه رفضا لهذا العدوان وحرب الإبادة المفتوحة التي تمارسها دولة الاحتلال سياسة التجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة باتت على محك كل المنظمات والمؤسسات الدولية والتي يسعى بعض المؤسسات المحلية الضغط عليها من أجل الانتصار لهم والتأكيد من قبل المسؤولين بأن الشعب الفلسطيني يرام كل هذه السياسات فإنه لن ينكسر أمام هذه السياسة محمد الصنوري سيجي تياني العربية رام الله